شغل هكا سمينا مساحتنا الإبداعية في صغاريد هي مساحة تتلهاب الإبداع تتلهاب التأليف وباش برنامجنا ما يكونش فالكولوري يستعملون المات كما راجع ويستلهموا منها الملحنين والمؤلفين وخاصة الشبان واليوم استضفنا لكم ملحن وموسيقي شاب سيهيثم الحذيري حسلمة سيهيثم مرحبا بيك يعيشك سيهيثم حكينا علاقتك بالموسيقى شنية علاقة بديت من الخمسة سنين بديت رحلة ما عندهش محطة ما تدقفش ما عندهش محطات معناها ثم فيها محطات لكن مثلا مش ترمينوس بديت خمسة سنين دخلت نقر عن سي عبد الكريم صحابو أستاذي وصديقي والأب الروحي دخلني في عالم ممتع متعب شيق جميل غرمني برشها علمني الحياة علمني حب الموسيقى ومن خلال حب الموسيقى علمني الحياة كلها أعطني شربك الكلاسيك نجم يقول لهوة خاصة هذيك الفوندسيون الشربك الكلاسيك شرقي وطونسي ومقامات ويقاعات وتحليل وبرشة سماع وبرشة موروثات كان يسمح حملي بترسميلي النغمة دي شنية وميزانة دي شنية ويمدلك أعود يقول بترسميلي هذيك الخدمة متاع كل يوم هذيك الموسيقى كفاش يسميلي خماش فيها كلام كانت أمور معناها هذيك العادي هذيك الحياة العادية وكان حريص أن يتابع دراستي بمستوى عالي بمستوى عالي فأخذت دي بلاو موسيقى عربية عالج دي ستان وبتاقت احتراف بعد البكالوريا مشيت لماهد العالي الموسيقى عملت اختصاص شرقي غناء شرقي ثم عملت اختصاص فنون ركحية وغنائية يعني هذيت بالشرقي اي اي وبعد عملت اختصاص ببرا ديت بالمقاب الشرقي الكلاسيكي شرقي حتى كشي دو زماني فاكولتي ثم عملت اختصاص اوبرا فنون ركحية وغنائية انترطان بديت بديت الكارير رو ماش تنتقل من من الوبرا معنى من الشرقي للوبرا هذا صعيب رو صحيح صعيب لكن في خدمة معنى بخدمة حتى اللي بنازل ما هو ما شو ما حتى حتى شاي ما هو كيف كيف في الظاهرة الظاهرة من داخل من داخل موسيقى هي موسيقى واحدة حتى طريقة التعامل مع الصوت مع الجسد والجسد اللي يغني هو بيدو هو نفسه ومننساوش الوبرا بداية مع زرية بداية فلندلوس صحيح قبل مونتفيردي في إتاليا يعني معناها إذا كان تحب البحر المتوسط لكله كان كله يجتمع على نفس النغمات وعلى نفس الأداء الصوتي لكن اختلفوا في تعاملنا مع النغمة بيدها صحيح لكن الطريقة كانت واحدة معناها مسارة الكوبير كان مع الدولة العباسية لأنها اختارت أنها تخلق مدرسة غرائية جديدة ومدرسة موسيقية جديدة اللي فيها الأرباع فاسترهمت من الفرص قبل الفرص الدولة العربية الإسلامية وعندهاش أرباع كانت ثمة كردي وعجم يعني يعني كردي مجرور موجود في الجزيرة الكردي لكن النغمة لأنها تلقاها في وسط المجور وتلقاها في وسط المينار لكن الأوبيرا الأوبيرا هالترديسيون هذية اللي موجودة في الشرق في الغرب توجدت وكثرة في الغرب واللي عاونتهم بشي كتبوا تاريخهم تاريخ أوروبا لكل مكتوب بالأوبيرا أساطيرهم حتى إنسان مشقاري حتى إنسان واحد تعيتلوا تقولوا وحكيلي على تاريخ أوروبا يعرفوا عنيش لقدر مكتوب بالأوبيرا فتشدر ما بيننا نحن معناش تجارب هذه والله معناش تجارب لأنه هم حاولوا بشي عنهم تجارب محاولات صارت فم تجارب أنا نعتبر في الريف التونسي فم تجارب كبيرة فم تجارب فرجوية فرعية شعبية وثم كتابات وثم كتابات محترمة هاي ثم أنا نشوف تجربة الأوبيرا نشوفها قريبة في أغاني موجودة في الريف التونسي تزرعت كما ما بين الويديان مثال ثم الملحمة ثلاثة اللي لحقوا بالجرة الملك الموت يراجي لحقوا مولى العركة المرة المشهور الدغباجي على المناظر الكبير الدغباجي وهذا وهذا النص هداية والأغنية هذية خلدت هالواقعة هذية كما مع العذابة نابكرتي رحلت مع العذابة نص خلدت وقعدت في الذاكرة وقعدت عند الناس أنا رأى الأشياء هذية توجدت في الوسط التونسي وموجودة في الأرياف التونسية موجودة مع العروش حبيناها تكون موجودة زادا في صيغات أخرى في مشهد مسرحي في مشهد روحي حبيناها تكون موجودة سياحة كالصحة تم فارق ما بين الفرجة كفن وما بين الأوبيرا أو ما يوشابها الأوبيرا يعني المسرح المغنى لا خطر تنجم تأخذ نص تنطلق منه مش تبني عمل مش تبني عمل ركحي غنائي كما تنجم تأخذ مجموعة نصوص أو نص وتبني عليه كما تجربة النوبة مثلاً مع صيفات الجزيري هي تجربة فرجوية لكن فيها كتبة مسرحية عندك شي مشروع في الأفاق؟ عندي عندي عن كتبة نص وخدمته عندي عندي زوز مشاريع فرجوية قاعد نحضر فيها قاعد في إطار في الكتابة وزوز بشي أرخوا فترتين من فترة تونس يعني فترة كارتاج ثم فترة الحكم العثماني لتونس اللي هو بيده بشي تقسم على زوز حبيب شناً حبيب شناً حبيب شناً حبيبت نعمل حبيبت نعمل تريلوجي تريلوجي تقرخ بالكامل لأهم فترات التاريخ في تونس بطريقة طبعاً مسرحية وطريقة أوبيرالية أوبيرالية للحثم من ذلك هذه يمشون ما شديد نعم البعض لكنك فوضى أتصال مع المتوسط على الأقل أجمع مع العلم يمشي على.. على الأقل المتوسط لأنه عنا روابط مشترك في الستركتور تعشار في الستركتور داريت في الجماليات في مرشة حاجات. فعلى الأقل نرجمه اليوم نعطيه نوسكه اللي عنا وناخذه اللي عندهم ونعمله كالتركيبة.. كالتركيبة الخلطة. أنا مثلا عندي سبكتاكل حضر فيه بشي خرج سالة بنت اسمه التورنادو. التورنادو اللي بازي سيوني شان ليريك. لكن في.. في دي سوربريز. دي سوربريز في كيفية توظيف ديزليمان بالبينة ذفرين. إترانجي علينا. إنو ميوليو تقول تولدو في تورس وتخلقو في التورس. نحن اللي نحب ونحب ونستلهموا من الأنمات اللي في تونس واللي موجود في تونس ونخدموا عليه. ونخرجوا حاجة فيها تامبر تونس. صحيح بالتقنيات متع أوروبا. بتقنيات الأوبيرا. بتقنيات الأوركسترا. لكن النجم ونخرجوا. تجارب في مصر وقعت. خدم القصبجي يخدم بالبوان وبالكونتر بوان. حتى نحن عنا تجارب. تسمع عشق الروح تحس. نحن عنا نحن عنا تجارب لكن ما همش قاعدين يسلطوا عليها الضوء. عنا تجارب في تونس أول أوائل العشرينات وقرن العشرين. ثم المسرح الغنائي. وثم توظيف في الاليات الغربية. كما تسمع مثلا. مطربة تغني ياوردة. فيها سكسوفون وفيها لبيان وفيها كيف تسمع صحيح. هذي عام عشرين وعام سعطاش. والرمونيوم اللي تخل الدخلة كبيرة في تونس. يعني عنا تجارب لكن تنسيناها ومصلتناش عليها الضوء. مدرسنا هيش على قاعدة. بايش حذرتنا اليوم. عاتينا مش نسمى مش نسمى وش حذرتنا اليوم. عندي حاجة عندي لحن. هو ما هوش لحني. هي أغنية إيتالية. شوصون نابوليتان. معروفة. دايور. عاتيتها ريحة. عاتيتها روحة. عاتيتها حاجة. طبعا هي ما هيش ممعمولة بالعود برك. مثل ما فيها أوركستراسيون معينة. طوّت عاتيها ريستيل. وبعد التطول دي. والاستاذ إيدن فتحي أعمل ترجمة بالعربي. بالعربي. وآغنيها فنان الكبير روتي بوشناك. واستأذنته مش نخدم عليها. لأن اللحن يشد. تفضل سمعنا. رحبا بيك. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في السوق في البرد في دار في ذنقة في الدروج واحد صديقته بشي غنيلها غنيا اشتركوا في القناة في اليومي في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يدخلوا معه. ولا كورديون زادا حتى لكورديون. ولا 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 يعني دايور بشتخدم حتى سيني كمان بغنان بشتخدم بطريقة عفوية يعني برافو. فمع عاسيم مش يدخلوا وحدهم معناها تقصى على واحد هالبلوزانتو في يدو لاخر كذه ونخلص خانينا في 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 يعني في في اليومي وهو هذا الهذا يظهر لي الموسيقى سيدرويش بناء آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ عمل شيء ينجمي كمبوزي في اللابوراتوار كان ياخدوا نغمات الشيالين ونغمات الحشاشين ونغمات الخضارة ونغمات الززارة ونغمات الحداد ونغمات وكاسونوريتين بتاع العمل اللي يقوموا فيه وصنايعية وكذا وصناعة موسيقته من غادي تخلد في التاريخ. حتى ابنوب حبي قلده بعد عمل محلوه عشت الفلاح حبي يخدم كيف هو. عمل برشة بعد. برشة. لكن عبدوهاب دخل لريجار دخل للموزيك ساوات يعني طورت الامور والموسيقى لازمها للعلم. سنماش موسيقى منذ العلم. هذي مساحة البديعة ولنا نوس الوقت اللي نحكيه عال البديعة. نستناهوا ديما المؤلفين الشبان لأنهم هما يفيدونا وهما يطوروا الموسيقى هما يخدموا على النماط اللي نحنا نقدموها نستنوكم نستنوكم وبسلمتكم. اشتركوا في القناة